في هذه الفقرة هيشرفني وينورني كالعادة اتنين من الناس الرائعة جدا اتنين من الناس اللي بستمتع بيهم جدا المتعة زيدة النهاردة فرحة بمنتخب مصر الفقرة الفاكرة كان معانا كبات كبار والفقرة دي معانا أصدقاء أعزاء ناس بتحل الكورة مزيكة مزيكة والنهاردة على البرد كمان إسلام سامي ومروان الشفعي إسلام مشرف ومنور ومليون مبروك ربنا خليك كيمو ألف مبروك لنا كلنا يا رب ربنا يكمل على خير وأنا اللي مبسوط اني معاك النهاردة حبيب أسلام مروان مشرف ومنور ومليون مبروك كيمو دائما مبسوط معاك وانت اللي بتقدم مزيكة والمنتخب هو اللي متعنا ومخلينا في الحالة دي وربنا يكمل على خير إن شاء الله يا رب دائم إيه اللي حصل النهاردة كل حيات حلوة الحمد لله آه صحيح انه ضغطنا شوية وتخضينا شوية بس احنا ملعب السنغال برضو طبعا يعني الناس برضو النوارد تفرج على مطش النهاردة تقولك احنا مضغبتين ليه معا نروح نهاجم ونروح نشتغل بس احنا بنلعب مع منتخب قوي جدا فطبيعي بعد الهدف يبقى رد فعله قوي جدا برضو عشان هنا هيعوض عشان هو هدفه زينا يوصل كاس العالم صح صح مفيش خلافة يا كريم احنا النهاردة بنلعب قدام منتخب هو الأقوى حاليا في إفريقيا قدام منتخب متمرس عنده بقاله سبع السنين عنده نفس المدرب واحنا عندنا كارلوس كروش بقاله ست شهور فبالتالي احنا النهاردة اكيد عايزين منتخب مصر يكسب واحد واثنين وثلاثة ولكن لو بصيت النتائج منتخب النهاردة كلها الاقصائية هتلاقي مفيش مطش كان فيه سكور اكتر من جول صح يعني المغرب وتونس عملوا نتائج جباية واحد واحد بره ارضهم وواحد صفر النهاردة الجزائر كمان قدرت تكسب غانا وناجرية عدل صفر صفر ومنتخب مصر لمنتخب الوحيد اللي اللي لعب على ارضه وقدر يكسب الحمد لله يا رب يعني وعبال ان شاء الله بره ارضه وتارق مفيش اكتر من جول فبالتالي الناس كلها كانت في حالة تخوف بقالنا فترة السنغال صعبة لقدر الله هنخسر اهم حاجة ما استقبلتش اهداف الجول في المرحلة النهائية دي جول عزيز اوي طبيعي يعني ما استقبلتش اهداف ودي نقطة مهمة جدا وسجلت وكسبت جول مطشي يوم التلاتة ليه سيناريو تاني خالص وليه افكار تانية خالص ايا كانت اللعبة اللي موجودة ان شاء الله بإذن الله كيروش والرجالة حيقدروا بإذن الله يرجعوا ببطاقة الصعود يا رب بإذن الله انا اخش معك تاكتك على طول يا مطر تاكتكيان النهاردة 4 3 3 دايما طبعا هو غيرها كتير في وسط المطش يعني بس دايما بتديك الامان الدفاعي بتديك الراحة النفسية دفاعيا بتخليك طول الوقت حاسس انه المنتخب تيجيل دفاعيا احنا نتكلم في كاس الامان الأفريكية في مرحلة خروج المغلوب كنت دايما ما بيخشش فيك اهداف باستثناء الجولي داخل فيك من المغرب من ضربة جزاء غير كده انت دايما بتحافظ والنهاردة حافظت دولي خانيمة طامن كمان هنا 120 دقيقة كوديفار 120 دقيقة كاميرون 120 دقيقة سنغال 90 دقيقة سنغال تخدش فيك جون منظومة كيروش الدفاعية منظومة الفريق تغلبت على جودة أفراد سنغال النهاردة وانا بتفرج على الماتش عرفت الفرق ما بين اليو سي سي مدرب بروغراسيف ولكنه مدرب شاب ما عندوش الخبرات الكافية لإدارة منتخب السنغال في المواقع زي دي ومدرب تاني زي ما يسلام كان بيتكلم ماسك المنتخب قاله أقل من 6 شهور بس بس مدرب مدرب عقر مدرب يا جماعة فكرة في المواقع لو هم عندهم تشكيلة ممكن تبقى على الورقة أقوى مننا قبل ما ندخل كنتم تفرج معاك لقطة لما نزل وقف مع اللعيبة قبل في الهالف تاني مدرب يا جماعة عندو فكر مدرب قريب من اللعيبة مدرب حنشوف بقى تكتكسو عملي بدأنا شناوي اللي 4-3-3 زي ما قلت شناوي في حراسة المرمى عمر جابر الورقة اللي راهن عليها ونجحت نجحت في الأدوار الهجومية والدفاعية هنا كان بدأ بمحمد عبد المنعيم قبل الإصابة الوينش فتوح سلاسي نص الملعب اللي تعودنا عليهم حمدي فتحي السلية النيني والسلية هنا بدأت ريزيجيه لأول مرة بيبدأ مع الراجل مصطفى محمد والأسطورة محمد صلاح محمد صلاح النهاردة اشتغل في كل الحتة دي يا كريم كل الحتة دي اشتغل فيها معلش يعني هو اشتغل هنا يعني لو وضحنا الصور اللي معانا لمحمد صلاح محمد صلاح اللي هيتمايب بتاعته النهاردة هو باك عرضوها يا جماعة ونحنا منتكلم محمد صلاح نحن قبل المنش بنقول اي هو صلاح ممكن مثلا في الحالة الهجومية والله يرجع يقف هنا لا صلاح ما كشو يرجع يقف هنا صلاح كان بيرجع يرد هنا صلاح كان بيرجع يدفع هنا صلاح كان بيرجع يدفع هنا صلاح النهاردة ككورة عمل كل حاجة ممكن تتكلم فيها النهاردة في النواحي الدفاعية في النواحي الهجومية اللي هيتمايب بتاعته بصك دي هيتمايب لو وريتها لك تفتكر ان دي هيتمايب محمد صلاح لا هل دي قريطة حرام محمد صلاح يا جماعة كلها أماكن تواجد محمد صلاح الاتجاه الهجوم للنحية اليمين محمد صلاح رجع بيغطي فين بيغطي في قلب المرأة يا كريم لما منعمت صاب والحكم النهاردة اللي كان قاسي علينا جدا خرج منعم أكتر من مرة صلاح رجع يدافع صلاح رجع في سبرينت يدافع يا جماعة المرأة النهاردة كان كله مكاسب والأهم حاجة الكلين شيت الحمد لله فكرة اللي انت كنت بتقلب الطريقة لأربعة اربعة اتنين وترجع بتريزي جي كانت بتفيدنا جدا في تقفيل الأطراف بشكل كويس وكنت دايما كامباكت ودايما مقفل مسيحاتك أول عشر داية ربع ساعة رحت ضغطت عالي قدرت ان انت تضغط عالي عشان تخوف السنغال وبعدين رجعت قدرت ان انت تعمل الجيم بتاعك البلوك أو الميديم بلوك وتطلع على الترانزيشنز رغم انهم عندهم قدرات رهيبة من بوناصار وساليوسيس اللي عملوا كروسات بأرقام مخيفة ولكن في النهاية انت دايما كنت مقرب وانت دايما كنت عندك زيادة عددية في قلب الدفاع كنت دايما انني حلف الخروج بالكورة وحمدي فتحي كان حل سحري برضو فكرة ان انت ساعات كنت بتقفل بتلاتة وترجع ورات ابني اللعبة بالشكل دا فكل دا كان منظومة قوية من كراش قدام كوالتي فردي عالي جدا المنظومة حامت أفراد منتخب مصر من الكوالتي العالي لمنتخب السنغال هذه نقطة مهمة حسنا بك تتكلم برضو اللي حصل في المباراة الفنية بس هبدأ معك بمحمد النيني محمد النيني من الأسئلة اللي تساءلت النهاردة من الناس هو محمد النيني مش في مستوى محمد النيني ما بيعملش مبركة صحيح وانا قلت الكلام دا وقللي صحة ولا غلط قلت قبل مبركة هناشكو فيها انه صحيح محمد النيني كان عنده بعض الكارات الخطيئة النهاردة بس محمد النيني انا لو مدير فني قاعد برا انا مش هشيره من الملعب دا واحد تاني حاجة لازم احط في كل المباراة فكرة انه ظاهر طول الوقت طول الوقت هو في المشهد لو الناس اضايقت بعض الشيء من محمد النيني في بعض الكارات النهاردة فعشان دا كنت بتشوف محمد النيني كتير اي مساحة فرغة في الملعب كان موجود اي كرة تانية كان بيحاول يقرب منها طول الوقت عامل مهام كتيرة جدا ما كانيش انا كان مدربة خرجه نحية أسته كريم محمد النيني واحد من اللعيبة اللي دايما الجمهور ما بيشوفش دورها جواه الملعب اي واحد من اللعيبة اللي بتعامل أدوار بتكلفات من المدير الفندي المنتخب مصر او حتى في النادي فبالتالي اني ممكن تاخد النهاردة تاخد بالكتر ما عملش كور لقدام عمل ميس باس غلط في الكورة في كورة ما جاء اطحة مثلا وتقطعت منه ولكن الدور اللي هو بيعمله ايه صح ناس كتير قوي كانت قول بين الشوتين اني يطلع وزيزو ينزل حيث انيزو يقفل افشا ينزل على فترات اعتقد ان كوروش كانت الاولوية بتاعته ان ثلاثي نص الملعب مش يتغيره مش يطلعه علما ان حمدي فاتحي بيلعب هو عنده انذار مهدد بالغياب عمل ماتش الجاي ومحمد النيني كمان فماتش فيه التحامات بدنية وتدخلات عنيفة الاتنين الحمد لله حافظوا على سجلهم من الانذارات لكن محمد النيني كان دوره ايه هو الدور المسندة الكبيرة جدا لعمر جابر عشان يبدأ بعد كده عمر جابر يتحرر هجوميا اول 45 ديئة اعتقد الجابهة اليمين بتاعت منتخب مصر كانت شغالة كويس جدا وفي نفس الوقت كان الدفاعية المتفوقة على الجابهة القوية بتاعت منتخب السنغال وكان كل اللعبينة من هناك واضطر المنتخب السنغال يلعب ناحية اليمين بتاعته معظم فترات الاصلاء بونا سار واسماعيل سار بدأهم اللي يعملوا الشغل دوت لكن محمد النيني ده اللي هو كان بيلعب هنا ده على طول محمد النيني كان موجود هنا عشان يقفل مع عمر جابر عمر جابر الرجل متمركز مع رجوع محمد صلاح زيما مروان قال منتخب مصر لما كان بيتلعب الكورة أول ما على طول محمد النيني يرجع ورا هتلاقي عمر جابر تلع لقدام مفيش كورة في 45 ديئة الأولى من الشغط الأول تلع فيها عمر جابر هنا عشان يتحرك مع محمد صلاح غيره انت بتلاقي محمد النيني واقف هنا منتخب مصر حتى هو بيبني اللعب بيبقى فيه أدوار للاتنين التمانيات اللي هما السلية والنيني انتوا فتحوا عرض الملعب السلية لو فتح عرض الملعب كده والنيني فتح عرض الملعب كده اوتوماتيك هتلاقي عمر جابر اتحرك هتلاقي اوتوماتيك أحمد فتوح اتحرك دي الأدوار الطبيعية بتاعتهم لكن الدور الدفاعي مهم قوي عشان يبقى عندي بلوك موجود هنا طول الوقت ما بين عمر وما بين النيني عشان ما يقدروش يعني اندور كوروين بعض وفتوح برضو هناك مع عمر الشراكة من قربين جدا من بعض وكان بيقرب لهم تريزيجي كمال كان بيقرب لهم تريزيجي دايما في 4 3 3 3 او مع كيروش هتلاقي مسلسات تعليمين وعشمات فانت عندك محمد الصلاح عندك محمد النيني عمر جابر الناحية التانية فتوح السلية تريزيجي وده كان شكل منتخب مصر على فكرة في كاس أولم الأفريقية وشكل منتخب مصر في كاس العرب باختلاف عمر كمال عبدالواحد امام عشور عمر جابر البترن واحد احنا الثلاثة هنلعب بالاسلوب ده محمد النيني قد يكون فقط كور شفنا في اخر خمسة واربعين اخر عشر دقائق والربع ساعة من الشوت التاني محمد النيني كان بيطلق اضغط هنا لوحده على اللي معاك كورة النيني مميز في ايه انا بروح اضغط بقفل زواية تمرير ما بروحش هستخلص مثلا زي حمدي فتح ولكن انا كمحمد النيني هتلقيني بعمل مجهود كبير قوي في الحتة دي بروح اضغط اعطى للكورة ودائما النيني هتلاقي بيشاور لزميله اطلعوا ورايا بيوجه على فكرة موضوع التوجيه ده في الملعب مهم جدا النهاردة خلي بالك يا مصطفى اضغط كده كلان اضغط كده دي نقطة مهمة جدا وده الدور اللي بيعمله على طول محمد النيني في نص ملعب متأكد لو معانا معدلات جالية هيكون اكتر واحد جريف الملعب على طول عادة انا بيبقى اكتر واحد جريف الملعب في كل الملعب في كل الملعب منتخب مصر طيب نقطة كمان مهمة مروان ياسر ابراهيم يتقلق النهاردة محمد عبد الملعيم يتقلق قبله الونش بيتقلق حجازي يتقلق من تاني لأ محمود علاء لأمان أشرف اي مدافع في منتخب مصر مع كارلوس كيروش هتلاقيه متقلق بالضب السببب منظومة المدير الفني اللي بتحمي اللعيب من الواحد على واحد دايما مقرب له حمدي فتحي يقفل معه ثالث دايما عارف مدفي كده مدفي المساحات مقللها مقرب منه عمر جابر او عمر كمال او امام عشور دايما فتوح نازل دايما تريزي جي او مرموش بيتراك باك دايما محمد صلاح اذا ما كانش بيرجع في بطولة افراقيا فتلاقي ان مصطفى بيضغط على اللعيب نمرة 6 فبيمنع مساحات التمرير زي ما اسلام قال بيعمل شادوينج للمساحات دي كلها فبيكبروا ان هو يعمل التمريرات العرضية او على جنب الملعب ما يعملش تمريرات طولية فدايما المدافعين في منظومة كارلوس كيروش محميين محميين بزميلهم محميين بعملية لما يجي بابني الكورة بزق كل الخط قدام وبلعب الطولية على مصطفى اللي بيطلع في اعلى برج عالي وينزل لنا الكورة عالي ويتريزي جي بيطلع ويستلم الكورة وحتى مرموش لما نزل كان ليه اداء متميز جدا فدايما انا مش خاف على منظومة دفاعية في العودة حتى مع غياب الوينش بسبب البطاقات او بغياب المنعم ربنا يرجعه بالسلامة اي لعيب حيلعب حتى لو رحت جبت لعيب من برق قيمة واستدعيته ودخلته حاميته في المنظومة دي وهو عنده كواليتي واي لعيب حيلعب في الليفل ده حيب عنده الكواليتي هتلاقي منه اداء عالي جدا ده غير نقطة مهمة جدا هو انني اللي تكلم عليها اسلام فكرة انني دايما مقرب حمدي دايما مقرب فمديينهم حلول اذا الدنيا هنا دايقة ممكن انني على طول بيفتحينها عشان يستلم الكرة او الكرة التولية اللي انت دايما بتعملها على مصطفى محمد فكرة المنظومة مدية كواليتي اعلى للمدفعين انا عايز بقى البردين نزبطها عشان عايز على الاسلام السؤال مهم السنغال هتلعب معنا ازاي في مباراة العودة واحنا نتعامل مع المباراة دي ازاي تكتكيا وفنيا السنغال هتبدأ ازاي الاول السنغال هتبدأ بنفس الطريقة هيا هي نفسي التشكيل لичبقى مرون ساعدي او الواربعة تلاتة ثلاتة لا تعتقد انها اعتقد لو انسظت تغيير في تشكيل السنغال ممكن يكون ان هو بمبا ديانج الرجل الذي نزل الشوت تاني يكون هو المهاجم الي لحلعب على حساب فمارة ديديو اللي هو ما ظهرش الحمد لله رب العمين انهاردة اعتقد انه ممكن يكون التغيير لكن هتلعب بالسنغال تلاتة تلاتة بتاعتها لطبيعية خالص مفيش اي مشكلة اسماعيل صار رهيب طبعا ساديو ماني منتخب السنغال منتخب لعب مباشر بمعنى ان انت مش هتلاقي ان المنتخب ده بيعمل انواع معقدة في عمليات بناء اللعب او 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 هو بيعتمد حرفيا بصراحة انا مشوفش المنتخب السنغال منتخب جماعي عظيم هو منتخب فردي عظيم يعني عنده كمية مهارات مش طبيعية بس كتكتكان وجماعيا في الجمل وحاجات كده مش هتلاقيها كتير يعني النهاردة ساديو ماني هو بيعدي بكرة كان بيفرج معنا بعض زميلنا وبيسرخوا فكرة انه ساديو ماني عدى ليه هيعدي ساديو ماني بيرفل بكول يعني سيبوله كرة يعدي منها وطبيعا هيعدي بكرة او بيعدي غلاب من كل دفاعات العالم طيب احنا بقى نتعامل مع المباراة دي ازاي يعني متوقعين طبعا المنتخب السنغالي هيضغط ضغط كبير جدا هياجم من الدياة الاولى بشكل كبير جدا هيحاول يسجل كمان عشان يرفع الضغط على نفسه بدري بدري ويصدروا عليك ويصدروا عليك احنا بقى نتعامل ازاي من الدياة الاولى لدياة الاخيرة في المباراة خلينا نقول حاجة الجيم ده جيم عصاب هدوء ملعب ناسيمي فاينل افريقيا مع كاميرون فملعبها فوسط جمهير هم هيلعبوا في الملعب الجديد اللي اول مرة يتم افتتاحه فهيبقى متقفل ولكنهم ملعبوش عليه ولا ماتش فالأدبانتج بتاعت النجيلة والملعب والديايمانشنز دي زيك زيهم مزبوط تمام فانت لازم نهاردة كريم تقسم الجيم واتمنى ان احنا ما ندفعش طول الوقت ودي نقطة صعبة جدا نتمسك الكورة وتدور الكورة وتكسر ريتم الجيم تكسروا بفاول تكسروا بتمريرة تكسروا بكورنر تكسروا انك تنقل الكورة كثيرا انا بس اخير من حيات الفاولات اللي هلاحظون المنطقة الجزائية دي مرائبة جدا طبعا فعشان كابا اقولك دايما انا اقصد فاولات فاولات قدام بالزبط فاول تكتيك تعطى للعبة من الاول ما بتدايقه هم هيلعبوا ازاي خلان قلنوا هم بيلعبوا بطلقتهم الطبعية احنا لازم نخلبان من اجناب الملعب طول الوقت سادي ومانيه هيخش كده كالعادة الراجل النهاردة المهاجب بتاعهم كده سادي ومانيه هيجي هنا عشان يدخل معاه الباك رايد بتاعنا ايا ان كان هو مين فبالتالي هذا الرجل ساليوسيس لعب نادي نانسي فرينسي يتقدم يطير طول الوقت يبقى هو كجناحة بالزبط نفس القصة دي هتحصل هنا اسماعيله صار ولو الراجل ده ابونا صار متقدمش هتلاقي شيخه كوياته او ادريسان انا جاي ايه راجل كمل عشان يخش في الهاف سبيسيس دي ويعمل زيادة على منتخب مصر الاهم بالنسبة ان احنا هنستعبل اللعب ده ازاي زي ما ماروان قال الشكل الدفاعي لمنتخب مصر احنا هندافع وجهة نظري ان منتخب مصر بيجيد جدا الدفاع بشكل اربعة اربعة اتنين مش احسن يعني دي احسن طرقنا معلش ماروان برضو معلش قدي اربعة اربعة اتنين لدفاع منتخب مصر الطريقة دي بتنفعك في ايه بس اربعة اتنين فيها نقطة مهمة في كاس افريقيا كنا بندافع باحمد سيد زيزو وتريزيجي او رمضان او مرموش فبالتالي كان عندك اتنين بس لهما مثلا السلية وحمدي او حمدي والنيني احنا مينفعش نستغنق عن ثلاثة نص الملعب في مصر خالص عشان كده بنسبة كبيرة جماعة حنشوف نفس المنظر شوفنا النهاردة وحلاقي محمد النيني هو اللي بلعب نحتل مين حمدي فاتحي السلية الثلاثي ده هو الرئة منتخب مصر دفاعيا وقدرته ان انت تستخلص لازم يقفيشها راسة في استخلاص الكرة التانية لازم طول الوقت اي كرة الطب تاخدها لازم يكون حمدي فاتحي وعلي دور كبير هو اللي عمل الحماية في الحتة دي لعب حمدي في النادي الاهلي بثلاث اربع طرق مختلفين مع موسيماني بتخليه يقدر يجي يلعب هنا مرتاح فبيقدر يطلعلك الكرة غسط الاثنين سنتر باكس وفي نفس الوقت يقدر يطلعك بالكرة على طول مصطفى محمد عليه دور كبير لان مصطفى محمد كان على طول بيضغط على الراجل مندي لعيد نص الملعب بتاعهم مصطفى عليه دور النهاردة انه هو يحاول على قد ما يقدر ياخد الكرة عالية من سنتر باكس كلبالي والراجل بابا جايه او في نفس الوقت ان انت متخلهوش يزيد بالكرة يا كريم النهاردة كلبالي ده طول ما انت سايبه هو بيزوق الكرة القدام كده مروان عشان يلعب الطولي لازم لو مصطفى مش هياخده يا صلاح يقرب له واحد من نص الملعب تريزجي المهم ان الراجل ده ميلعبش الطولية بتاعته لانه هم بيعتمدوا انهم ميلعبوا كور طولية كمان طول ما الاجناب متقفلها طيب عايزك بقى مروان تاخد الكرة وتقول لي هطلع بيها ازاي وانا في المنطقة الدفاع احنا دايما يتكلام على فكرة الخروج بالكرة في منتخم مصر وانت من المفترض انك تلعب على هجمة مرتدة كويسة محترمة في مباراة السنغال عشان تقدر تسجل وتنهي المباراة ان شاء الله بإذن الله نخرج بالكورة ازاي طيب عندنا اكتر من طريقة للخرج بالكورة اول حاجة خلانا اتفق ان هم حيجي يضغطوا علينا عالي لان هم عايزين يضغطوا عليك عاية من بزي وقفهم عالي ولا يهمنا اي مشكلة تفتح هنا السنتر باكين فيسحبوا معاهم الاتنين الوينجرز حمدي فاتحي او انين ينزلوا في عمق الملعب هيسحبوا معاهم حتى تفضي مساحة لحد من نص الملعب تاني انه انت ممكن تسلموا الكورة في رجله من الشناوي اللي النهاردة كنا بنعملها والنيني حتى في واحدة الناس هاي وهاست وقلقت وهو خدها برا كل هدوء وطلع الكورة على الهجم كميلا عشان انت ماشي حلو انت الوقت طلعت الكورة من الشناوي بالضبط انت دلوقتي حمدي فاتحي ياخد هنا هياخد الراجل السنتر باك الليفت باك او مش الليفت باك الليفت سنتر باك حياخده الوينجر والرائت سنتر باك حياخده الوينجر التاني انت خذتها عملت النفسك حاجة اسمها بلاس وان حتى لو هنا في ادريسا جاي جاني او هنا في شيخ كوايتي انت عندك بلاس وان دايما عندك بلاس وان في عملية البلدوب طب لو هما ضغطوا عليك باكتر من واحد ساعتها هتبقى انت كسبت حل اخر ان انت خذت بلاس وان في الناحية الهجومية ساعتها ممكن الشناوي يعمل الكورة الكترية عند تريزي جاي يبا انت خرقتهم من مساحتك انت عملت انفايت بريشر تعالوا علي واول ما هما جوم عليك يعمل حطت لهم الكرة التولية حل من اتنين يعمل حل ماتش المغرب وديتها لصلاح في الجناح يعمل حل ماتش كوديفار وديتها لمصطفى في عمق الملعب واشتغلت من هناك في اكتر من حل اهمها الادوار المركبة لحمدي للنيني لتريزي جاي التلاتة دول اهم تلاتة في المنظومة لان التلاتة يقدموا عدوار مركبة سواء جناح او بيتراجب باك عشان يساند اني ال 442 اللي اسلام وانتكلمت عليها ان هو بيقفل على الجناح ويعمل 442 حمدي فاتحي اللي بيلعب زي الفولس سترايكر بيلعب حق اسمها فولس ميتفيلدر يبقى هو ستة وفي نفس الوقت ينزل اكنه لبرو او ثالث مدافق فيقدر ان هو يستلم ويطلعك بالكورة بشكل ممتاز مروا انت شرفت ونورت بل يوم مبروك لمنتخبنا الوطني الليلة حلوة ليلة سعيدة يا رب تتكرر يوم الثلاث يا رب من نمشي للصبح يوم الثلاث فرحاني بمنتخبنا في كاس العالم ان شاء الله نسمع اغاني نفرح بمنتخبنا نرقص ونهيص وننبسط بإذن الله ومنتخبنا موجود في كاس العالم بعد مباراة السلساء القادم قدام المنتخب سنغالي دايما رجالة ودايما مشرفيننا ودايما رفعين راسنا رجالة منتخبنا الوطني اشوفكم يا رب على الف خير